ألا بكم من جديد وقع رئيس الأمريكي جو بايدن أمرا بنشر قوات أمريكية في الصومال وسط مخاوف متزايدة بشان تنامي أنشطة حركة الشباب المتطرفة التابعة للتنظيم القاعدة في البلاد ماذا وراء قرار بايدن وماذا عن التعاون مع قوات بعض دول النيتو الموجودة في المنطقة؟ نتبع مع بداية حقبة جديدة بانتخاب حسن شيخ محمود رئيسا للصومال واستدعوات دولية له بالتركيز على حل القضايا التي تعاني منها أكثر الدول فقرا وتوترا في القرن الأفريقي لا سيما التنامي وزيادة الهجمات الإرهابية التي تقف خلفها حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة وفي خطوة مغايرة لتلك التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي والسابق دونالد ترامب عندما قرر في نهاية ولايته سحب القوات الأمريكية من هذا البلد وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا بإعادة نشر المئات من القوات الأمريكية في الصومال لمواجهة حركة الشباب المتطرفة ومن المقرر أن تجري إعادة تمركز القوات الأمريكية عبر أماكن أخرى في أفريقيا لتدريب وتقديم دعم آخر للقوات الصومالية في قتالها ضد حركة الشباب التي تعتبر أكبر وأثرف فرع لتنظيم القاعدة المتطرف وفق متابعين مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي أكد أن هدف إعادة نشر القوات الأمريكية في الصومال هو تحقيق أقسى قدر من السلامة لهذا البلد بجانب تقديم دعم أكثر فعالية لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة القرار الأمريكي جاء بعدما حققت الجماعة الإرهابية مكاسب على الأرض ضد الحكومة الفيدرالية الصومانية في الأشهر الأخيرة ما عكس بالتالي مكاسب قوات حفظ السلام التابعة للإتحاد الأفريقية والتي دفعت في السابق بعناصر الجماعة المتشددة إلى مناطق نائية من البلاد ومن المقرر أن يكون إجمالي عدد القوات الأمريكية التي ستصل إلى الصومال أقل من 500 جندية سيعملون مع القوات السومالية لتوفير الأمن لموظفي وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ولن يشاركون في القتال على الأرض وفقا لمسؤول بارز في البيت الأبيض الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من منتعنا الأمريكية نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط السيد مايك ميلروي أهلا مرحبا بك معنا سيد مايك وشكرا لتلبية الدعوة كيف تقرؤون هذا القرار لرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص عودة الجنود الأمريكيين إلى الصومال بعد قرابة العام والنصف من قرار سلفه ترامب بالانسحاب من هناك أنا في الواقع خدمت في الصومال لأكثر من عامين وبالتالي أعرف عن الظروف والمواضيع وحركة الشباب بصراحة نعم ولكن كما أشار تقريركم وبشكل صحيح الشباب مرتبطة بالقاعدة وربما هي أكبر فرع وأكثرها تمويلا وهي تسيطر على أراضي في الصومال إنها قلق هام ومتنامن في الصومال خاصة وهي تكسب المزيد من الأراضي الرئيس الجديد جاء إلى السلطة ومن المهم أنها فرصة للإدارة الأمريكية أن تعيد النظر على القرار في هذا العام قرار العودة هو القرار الصائب لا توجد لدينا الكثير من القوات هناك 500 جندي تعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الصوماليين وكما تمت الإشارة من جانب متحدث البنتاجون قواتنا لن تكون مشتركة مباشرة في القتال نعم سيد مايك وأنت قد خدمت كما ذكرت في الصومال كيف يمكن فهم الحاجة للتواجد العسكري بشكل مستمر هناك ونعلم أن القوات الأمريكية تنفذ بين الحين والآخر ضربات هناك على الشباب الصومالية المتطرفة ولكن الحاجة للوجود المستمر هناك ما الداعي له مع وجود قوات أمريكية في الجوار للصومال الموضوع وما كنا نقوم به كنا نذهب لفترة قصيرة وذلك لأنه بعد الانسحاب كان يسمح لنا أن نذهب هناك ثم نغادر وهذا يجعل الأمر أكثر خطورة للرجال والنساء من عناصرنا العسكرية الأفضل أن نكون في المكان وأن نتمتع بالحماية وأن نبقى هناك ونحضر ونخرج القوات عند الضرورة هذا التواجد لو حكومة الصومال الرسمية المعترف بها إذا كانت ناجحة وهزمت الشباب ولا أعتقد أنها قريبة من ذلك لو فعلت ذلك فإن الوجود الأمريكي مثل أي سفارة في الخارج ممكن أن يبقى عناصر محدودة ولكننا لسنا هناك نريد أن نساعد على حماية شركائنا ليس لأنهم شركاء وهذا هام ولكن لأن الشباب هاجموا خارج الصومال وهدفوا للهجوم على الولايات المتحدة هاجموا أغندا وكينيا وبالتالي مهم جدا أن نعمل وأن نوفر الخبرات التي يمكن للجيش الأمريكي أن يوفرها وماذا عن التعاون الأمريكي مع قوات بعض الدول التابعة للنيتو كتركيا مثلا فيها صومال ودول أخرى في منطقة القرن الأفريقي النيتو موجود في الكثير من الدول وهذا مهم وهذا يساعد في قدرتنا على العمل مع شركاء الناتو وأنا متاكد أن المشاهدين يمكن أن يروا الأهمية نتيجة لغزو أوكرانيا من جانب روسيا الولايات المتحدة ستعمل مع شركاء الناتو في الصومال كما عملنا معهم في الكثير من الدول الأخرى وهذا مهم جدا مهم أن نستمر في عمل ذلك وأن نستمر في العمل سويا بهدف وهو الحماية والمساعدة مساعدة الحكومة المنتخبة والمعترف بها من الأمم المتحدة سيد مايك هل يمكن أن نعتبر هذه العودة للقوات الأمريكية للصومال يعني بداية ربما لعودة المزيد للقوات لدول أخرى في المنطقة وإثبات الوجود الأمريكي هناك بعد أن كان التوجه هو تقليل التواجد العسكري الأمريكي هناك لا أعرف ما إذا كانت قوات كثيرة ستذهب إلى الصومال ولكن بناء على الصورة والاستخباراتية وكيف تعمل المجموعة الإرهابية حركة الشباب على الأرض إذا زادوا من رقعة الأرض التي يسيطرون عليها وهددوا حكومة الصومال يمكن أن نزيد عديد قواتنا والعكس صحيح لو حكومة الصومال والجيش الوطني الصومالي بدأوا في إحراز نجاحات أكثر ولا يحتاجوا الإمدادات فيمكن أن نخفض من عديد قواتنا مهم بالنسبة للولايات المتحدة أن تبتعد عن الفرص المتوفرة يجب أن نكون هناك لفترة طويلة وأن نبني تواجدنا على الحاجة ولا يجب أن نقول أننا سنتحول إلى المحيط الباسيفيكي هذا من مصلحة الولايات المتحدة والمنطقة نعم طيب السؤال الأخير سيد مايك هل واجه هذا القرار من جانب رئيس بايدن أي عرقين من لدى المشرعين الأمريكيين من الحزبين الديمقراطية والجمهوري هذا سؤال جيد أنا لم أرى أي معارضة نتحدث عن عدد قليل من القوات وسيكون لهم تأثير كبير وأي طرف ينتقد لا أعتقد أنه سينتقد لو كان هناك هجوم من حركة الشباب على الولايات المتحدة أو على أي تواجد لنا في الصومال هذا سيحدث لأن الرئيس يمكن أن يوقع على قرار رئاسي ولا أرى هذا كموضوع أو كقضية من مونتان الأمريكية سيد مايك ملروي شكرا جزينا لك ترجمة نانسي قنقر